دكتور محمود يوسف إيه السبب؟ يعني دلوقتي زي ما بقولت انتشرت ظاهرة مرض العظام ده يعني بقينا في الفترة الأخيرة نسمع ده فلان جاله غدروف ده فلان أصله مش عارف إيه أمراض عظام بقيت كتيرة بقيت عاملة زي أي الأمراض اللي هي منتشرة بشكل كبير فده ليس علاقة مثلا بطبيعة الحياة اللي احنا عاشينها تغزية أسلوب الحياة نفسه اللي احنا عاشينه ياريت تبدأ تشرح لنا يعني ايه اللي خلى أمراض العظام ممتشرة بهذه الطريقة بالفترة الأخيرة تفضل أولا بشك خراك على اختيارها موضوع الساعة موضوع جميل جدا ويهم كل بيت بيسمعنا وكل مشاهد بيتفرج علينا للوقتي موضوع جراحات العظام العظام وجراحات العظام زي حكي بتتكلم أمراض العظام سواء كان خشونة الرقبة أو الانزلاق الارضروفي أو الانزلاق الفقاري أو إصابات الملاعب وقطع الروباط الصليبي الأمامي والخلفي إصابات مفصل الكتف كل هذه الأمراض انتشرت ألم أسفل الظهر عرق النسا كل الحاجات دي انتشرت في الأوينة الأخيرة بسبب العادات الصحية الخاطئة بمعنى زمان كان في حركة كان في نشاط المثل القديم بيقول الحركة بركة المثل ده صحيح بالنسبة مليون في المية لأن الحركة بتنشط الجهاز العظمي والهيكل العظمي لأنه يعيد بناء نفسه ويكون نفسه وبالتالي إلة الحركة بتعملها شاشة في العظام الحركة بتقوي عضلات الجسم وبتقوي مفاصل الجسم وبالتالي بتمنع وبتقلل من حدوث الإصابات العظمية المختلفة طبعا موضوع العضلات والكلام ده الدكتور أحمد نجيب بإذن الله كلمنا عنه باستفادة كاملة من ضمن الأسباب أن طبيعة الحياة زي ما قلنا بقت حياة مرفهة السيدنتري لايف يعني ده كلام مش مش أنا اللي بقوله محمود يوسف بيقوله لا ده كلام في الكتاب السيدنتري لايف أو الحياة لا ما كلنا عايشين يعني ناس الحياة المرفهة حركش الله بالعربيات عربيات واللي يطلع في الأسانسير والكلام ده ما حافش حد بيطلع على السلم ممارسة الرياضة برضو قلت بشكل كبير آخر مرة حالت مشيت ماشي ده اللي احنا عايزين نوصله للسبب مشاهدين في الحلقة دي أن العادات الصحية الخاطئة دي هي سبب امتشار أسلوب الحياة الحياة اللي احنا عايشينها فاحنا عايزين هنتكلم عن أسبابها ونتكلم بعد كده في الوقاية من الكلام ده بإذن الله تاني يعني انت بداية كده بتنصح الناس نمط الحياة نمط أول حاجة بتقولهم يا جماعة ده العيش اللي انتوا عايشينها دي غلط ما تروحش كل مشاويرك بالعربية وده طبعا بيحل مشكلة تانية انت بدي له صحيته بتبقى كويسة وبتحل مشكلة هيتحرك الدورة الدموية هتبتدي تحسن معايا ياريت يا جماعة المشاكل اللي احنا بتتكلم تقوية للعضلات زي ما قلنا حتى الوزن نفسه مع الحركة الوزن هيبتدي ما يزيتش معايا ما نخشش في السمنة ومشاكل السمنة سواء سمنة عادية أو سمنة مفرطة وبرضو الدكتور أحمد يتكلم عن دور العلاج الطبيعي في علاج السمنة وأول حاجة لما دكتور العظام بيروح له العيام بيتكلم عن الوزن لأن الوزن دي تأثيرات مختلفة جدا جدا على العظام عمتها بلسفة عمتها في أسباب كتير لانتشار الأمراض العظام من ضمنها سبب غريب شوية ايه السبب ده؟ ان تطور التخصص نفسه وتخصص العظام تطور التشخيص الطبي سواء عن طريق الأشعة العادية والمقطعية والرنين والرنين العادي والصبغة وخلافه مسح زري مسح على العظام أشاعات كتير قوي بقت موجودة كمية تحليل بقت موجودة بدقة عالية يمكن الدقة العالية دي بتشخص الأمراض بدري الدقة العالية دي بقى العيان مجرد ما بيشتكي اللي احنا عايزين نوصله للمشاهد دلوقتي إنك لو بتشتكي من ألم فضهرك وبقاله أسبوع أو اثنين انزلك شف ليه؟ ما تستناش ما تستناش قبل الموضوع ما يزيد بنسبة 90% ألم أسفل الظهر هيبقى ضعفة في العضلات الدكتور مش هيقولك حاجة أكتر من إنك مارس الرياضة قول العضلات وقاله دكتور عليك طبيعي يعمل لك شوية تمرين يعني مالك يعني حد من أقاربي عايش في فرنسا ممكن تكون بتسمعنا دلوقتي راحت وكشفت وتم عرضها على استشاري عظام وعمد فقري ألم أسفل الظهر ودفعت في الكشف ما يعادل 100 يوغو يعني رقم كبير أوي ما تكتب لهاش رشدتة خالص خالص ما فيش بقى إحنا موضوع يعني عنوان الحلقة وعنوان البرنامج رشدتة ولكن الرشدتة ممكن تبقى من غير رشدتة يعني إيه؟ يعني ممكن تبقى رشدتة مش أدوية الرشدتة ممكن تبقى نصائح بسيطة الرشدتة ممكن تبقى إن أنا أقولك مارس الرياضة كل اللي تكتب لها ممارسة الرياضة بس كتب لها كده على رشدتة ممارسة الرياضة ما فيش علاق حتى برس التمون الأكل ليه علاقة بموضوع العزام طبعا العزام